ولد الشهيد عقبة أذيبي يوجه رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية قيس إسعيد نحكي وعلى الشهيد عقبة أذيبي اللي استشهد على يد مجموعة غادرة في عملية جبانة تم اختتاف وتم التنكيل به وقتلوا بطريقة وحشية كل الأنظار توجهت إلى ولاية القسرين تحديدا إلى منطقة السلاطنية اللي استشهدوا فيها قبل مبروك سلطاني أخوه خليفة سلطاني بنفس الطريقة من قبل مجموعة إرهابية وهما رعاة بالأغنام من بتاعهم للأسف الجديد خبر مؤسف جدا وحسب المعلومات اللي تحصلنا عليها فإنه سبب إقدام المجموعة الإرهابية هذه على قتل الشهيد عقبة أذيبي هو إنه رفض إنه يتعامل مع المجموعات الأذومة ورفض إنه يكون على تواصل معهم وتمسك بحبه للدولة هذيك اللي كانت النتيجة متاعوا إنهم قتلوا بطريقة وحشية والد الشهيد عقبة أذيبي السيد عبد الدايم أذيبي توجه برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وطالب بلقاء مباشر مع الناس هذو ما نتذكره الناس كل اللي رئيس الحكومة بعث وزير الداخلية بش يتحول لولاية القصرين وبينسور الرسالة المؤثرة اللي توجه بها قال رغم اللي ولده توفى ورغم اللي ولده محروق عليه في اللحظة هذهك لكن قال هما ديما يقعدوا في صف الدولة التنسية وضد الجماعات هذو ما وضد أي حاجة تهدد الدولة التنسية برافو رسالة مؤثرة جدا تقشر لها الأبدين برافو ربي يرحم الشهيد وربي صبر عيلته لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش يصلكم الفيديو القادم